كما استقبل رئيس عبد الفتاح السيسي بمقر إقامته في نيو ديليا السيد جوتام أداني رئيس مجموعة أداني الهندية العالمية العملاقة وأوضح المتحدث باسم رئيسة الجمهورية أن اللقاء بحث بشأن الأفاق الاستثمارية لمجموعة أداني في قطعات البنية التحتية في مصر خاصة قطعات الموانئ والمطارات ومجمعات الطاقة الجديدة والمتجددة للشمس والرياح وشبكات النقل والتوزيع المرتبطة بها ومراكز البيانات وشبكات الكبلات البحرية والأرضية المرتبطة بها فضلا عن المناطق الصناعية لإنتاج الهايدروجين الأقدر ومشتقاته كما أكد المتحدث الرئاسي أن رئيس مجموعة أداني العالمية أكد تطلعه لتطوير التعاون مع مصر في ظل ما يلمسه من إرادة قوية وقرار سياسي دعم على أعلى مستوى في مصر لدفع التنمية فضل مناخ استثماري جاذب ومستقر مشيرا إلى اعتزامه عقد شراكات بين مجموعاته وصندوق مصر السيادية نظرا للنشاط المتعدد للصندوق والمرونة التي يتمتع بها